السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الرابع اللي ابتدائي انتفقت معيكم ان انا هنزل لكم الايام الجاية فيديوهات كتير ان شاء الله هتلمى معاكم معلومات كتيرة قوي في المنهج بتاعكم طيب الوقت هنتكلم على ايه برامتر اوف سكوير برامتر اوف سكوير وعشان اتكلم على برامتر اوف سكوير خليني افهم الاول يعني ايه كلمة برامتر يعني ايه برامتر يعني اود line of the shape اي شيب يتكلم معاك عليه ويقولك انا عايز البرامتر بتاعه كلمة برامتر يعني outline of the shape outline of the shape طب يعني ايه outline او هيفدني في ايه تخيل معايا كده لو حد عنده جنينة مثلا وعاوز يعمل صور حوالين الجنينة بتاعته علشان يحافظ عليها محدش يسرقها علشان يعمل الصور دوت لازم يكون عارف البرامتر بتاع الجنينة دي طيب تخيل معايا بقا ان الجنينة بتاعت الشخص دوت على شكل سكوير عشان هو دوت الدرس بتاعي النهاردة ها انا معايا سكويرة هوت وميدي لك الصيد لينس بتاعته 8 سنتيمتر تمام وهو عايز البرامتر بتاعه طيب احنا قلنا اوت line of the shape هنا في 8 سنتيمتر وهنا في 8 سنتيمتر وهنا في 8 سنتيمتر وهنا في 8 سنتيمتر صحة ولا لأ عشان السكوير عنده 4 equal sides السايدز بتاعته كلها قد بعضها طيب انت بقى قدامك حاجة من الاتنين يا تقعد تقول 8 plus 8 plus 8 plus 8 وبعد كده تقولي equals 32 يا اما انت جدع وكبير وعارف اني لقيت هنا repeated 4 times فاقول له اختصار كلمة برامتر equals اس باي فور اس باي فور ده القانون بتاع البرامتر بتاعك اس دي اللي هي side length of square اللي هو هيكون مدهولك وباي فور علشان هو عنده 4 sides يبقى الكلام ده equals السايد لينس بتاعك هنا بايت باي الفور ايت باي فور بكام سيرتي تو سنتيمتر عشان هو هنا مديني اللينس بتاعي بالسنتيمتر طب نبص على بعدها هو مديني سكوير تاني ومديني السايد لينس بتاعه 11 سنتيمتر فيش اسهل من البرامتر أوف سكوير باي ايكول اس باي فور اس بتاعك اللي هو السايد لينس السايد لينس هنا عندك باي الفور ايكول 44 سنتيمتر خلص الموضوع سهل جدا 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 بس خد بالك من حاجة هنا اللي سكوير لما ادهوني ادالك اليونت ايه بالسنتيمتر عشان كده الريزولت بتاعتك او البرامتر بتاعك اطلع بالسنتيمتر طب وما لو ادالك اللينس بتاعه او سايد لينس بتاعه بالديسيمتر خلص يبقى انت لازم تبقى فاهم ان الريزولت بتاعتك هتطلع بالديسيمتر يعني البي ايكول اس باي فور القانون بتاعي يبقى ايكول سيفن باي الفور ايكولز 28 سيفن باي فور بتوينتي ايت هنا ينفعكت بسنتيمتر لا ما ينفعش عشان هوا مديني ان اللي انسب ايه بالديسيمتر يبقى التوينتي ايدي ديسيمتر تمام كده؟ يبقى على حسب اليونت الي هوا مدهالك للسكوير بتاعك هيطلع البرامتر بتاعك متجهولك بالسنتيمتر هيطلع بالسنتيمتر زي ما عملنا هنا متجهولك بالديسيمتر هيطلع بالديسيمتر زي ما عملنا هنا طب خد بالك من حاجة مهمة جدا ادي القانون بتاعي باي ايكول اس باي فور اس باي فور اتخاني اس دي السايد لينس بتاعي تمام؟ وبي البرامتر وده اللي اختصار بتاعها طب فلنا افترض انه هو الديني مسألة الديني فيها البرامتر وعايز الصايد لنس بتاعي اديني البرامتر وعايز الصايد لنس بتاعي اكيد انت شفت شكل التريانجل ده قبل كده وعارف ان التو نمبرز اللي تحت بيتعملهم باي واللي فوق بيتعمل ديفايد لللي تحت يعني ايه يا مسر يعني لو انا معاي البرامتر وعايز اجيب الاس اخد بي ديفايد باي الفور يديني الاس بي ديفايد باي الفور يديني الاس اللي هي الصايد لنس بتاعي تعالوا نشوف كده اكزامبل ها بيقول لك complete if the parameter of square is 20 cm then the side length equals ايه the side length هنا ها مديني البرامتر 20 اخد 20 دي اعمل لها divided by 4 20 divided by 4 هتديني ايه هتديني 5 cm خد بالك 3 cm عشان مديني البرامتر بايه بالcentimeter برافو عليكم معي واحدة كمان if the parameter of square is 40 meter 40 meter then it's a side length equals ايه تمام انا عارف ان انا عشان اجيب side length باخد البرامتر divided by 4 40 divided by 4 هتديني 10 طب التن دي ايه التن دي مت متر عشان هوم تديني side length البرامتر بتاعي 40 meter فيطلع لي side length بالمتر خد بالك من موضوع اليونتس دي عشان بتفرق في الترتيب وفي الاوائل والكلام دوت تمام؟ ان شاء الله الفيديو جاي نتكلم على the perimeter of rectangle يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة